مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نكمل جزء ثاني من أسماء مستحضرات تجميل باللغة الإنجليزية لاحظوا نقول في البداية ثم رغم أن لدينا فقط حرف T لكن في هذه الكلمة نقول ثم ببطء مرتب البشرة محدد شفاه وهو قلم لتحديد شكل شفاه لاحظوا أن كلمة غلاس ننطقها بأ والفرق بينها وبين كلمة كأس بالإنجليزية هي أن كلمة كأس ننطقها غلاس نقول آ وتكتب بحرف A أما هذه الكلمة ننطقها ملمع شفاه ويستعمل لإضافة اللمعان على الشفاه مفرد كلمة براشز هي براش فرش مساحق تجميل تستخدم لوضع مساحق تجميل على الوجه لاحظوا ليس براش بل بلاش لدينا حرف L أحمر الخدود يجعل الخدود ذات لون وردي بودرة الوجه تستخدم لتثبيت مساحق تجميل فالس آي لاشز آي لاشز آي لاشز هي رموش فالس هي شيء مزيف أو غير طبيعي أو غير حقيقي فالس آي لاشز رموش اصطناعية موستورايزر مرتب البشرة ليب لينر محدد شفاه ليب غلاس ملمع شفاه ميكاب براشز فرش مساحق تجميل بلاش أحمر الخدود فيس باودر بودرة الوجه فالس آي لاشز رموش اصطناعية إن لم تجاهدوا بعد الجزء الأول من أسماء مستحضرات تجميل أقترح عليكم مشاهدته ويتعالوا من مزيد في لغة الإجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا وإلى اللقاء 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 شكرا وإلى اللقاء